قال مسؤولنا امريكيون ان انهيار احدث اتفاق لوقف اطلاق النار في سوريا زاد احتمال قيم دول الخليج العربية بتسليح المعارضة بسواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف للدفاع عن انفسهم في مواجهة الطائرة السورية والروسية ورغم ذلك لا تزال الحكومة الامريكية تعتقد ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لانهاء حمام الدم بعدما كتفت قوات سوريا مدعومة من روسيا قصفها للشرق حلب اعلن موزر الامن الداخلي الامريكي ان بلاده شكلت مجموعات عمل في الاشهر الاخيرة من اجل مكافحة المهربين الذين يجلبون المهاجرين الى الولايات المتحدة وجاء المسؤول الامريكي اثناء جلسة للجنة الامن الداخلية بمجلس الشيوخة في واشنطن بشأن تهديدات التي تواجه الامن القومي الامريكي وافق نواب المجلس الوطني السويسري بغالبية بسيطة على حظر الحجاب في البلاد وبعد التصويت على الاقتراح الذي تقدم به حزب الاكترية اتحاد الوسط الديمقراطي ينتظر ان ينال تأييد مجلس الولايات دشنت كولومبيا عصرا جديدا مع توقيع اتفاق السلام بين حكومتها ومتمردي القوات المسلحة الطورية الكولومبية فارك لانهاء نزاع مسلح استمر اكثر من نصف قرن ووقع الاتفاق الرئيس الكلومبي خوان مانويل سانتوس وقائد حركة التمرد الماركسية رودريغو لندونيو المعروف باسميه الحركيين تيميليون خيمينيز او تيمو شونكو